اشتركوا في القناة يبدأ من اليوم 30 الشهر 30 سبعة ولا غاية احنا منقول لا سبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني منعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس لظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي رح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء بأي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار رح يكون اللي هو انتقال القمر من القوس للجدي رح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو رح يكون في تمام الساعة اثناش وسبعة دقائق من اول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني رح يكون من الجدي للدلو رح يكون يوم اثنين ثمانية رح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا رح انبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة بتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث رح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية رح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل رح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة واحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا له او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي رح تكون لأسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات فلازم انه نذكرها اول زاوية هي رح تكون زاوية تقابل يوم واحد ثمانية رح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية رح تكون تقريبا ساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية رح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية رح تكون تربيع بين الشمس وورانوس وهاي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوقها دولا ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي رح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي رح تكون بين الشمس وورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة رح تكون يوم اربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء اللي علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو اللي علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو رح تكون فيها نوع من انواع سلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا رح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيرات ها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لان هاي الها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية رح تكون اه هي مش زاوية هي حدث اه رح يكون انتقال العطارد اه الى برج الاسد من السرطان للأسد رح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اه اللي رح تنتقل اه لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل ادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش رح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا بنذكر هاي عشان ما بنحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات رح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا بنذكر من عيدها ومن اكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لائلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لائلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج الثور طبعا الشمس موجودة في البيت الرابع وبما انه رح نحكي عن البيت الرابع يعني هذا بيت العيلة بيت البيت بيت العقار بيت المسكن يعني كل الامور هاي الفترة هاي شوية الامور رح يكون فيها نوع من انواع الضغط عليك او الاهتمامات العالية اللي الها علاقة بالعائلة او بافراد العائلة ممكن خلاف او نقاش او حدية بالطبع مع البعض ممكن تهتم بحل مسألة معينة او تنجز بعض الاعمال المنزلية او الاهتمام ببعض الشؤون العائلية اما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الثاني بدأت انتقل للبيت الثالث فعشان هيك الدعم اللي بتشكله على الامور المالية شوي بالفترة الجاي رح تنتقل الاهتمامات تصير من وضع مالي واهتمامات وتحسين الوضع المالي بصير الاهتمامات على امور الها علاقة بالتنقلات والحوارات والاتصالات وامور الها علاقة بالاقناع او الترويج لعمل معين او لشيء معين عندك سرعة البديهة بتصير عالية جدا وبتصير محبوب اكثر وبتيجيك فرص للتنقلات او السفريات القصيرة بشكل كبير في منكو ممكن يشتري سيارة او يهتم بامور الها علاقة بتصليحات لا سيارة او لا تليفون اما بالنسبة لعطارد عطارد ما هو وجود في البيت الثالث وبدو ينتقل للبيت الرابع فعشان هيك بتتركز اهتماماتكم اكثر على امور الها علاقة في البيت فشوية بصير الاهتمام مضاعف على الامور البيتية او العقارية او شراء بيت او مسكن او امور الها علاقة باقصات منزلية او اهتمام بأثاث معين او مشتريات بتتعلق في اشياء كماليات مثلا او مهمة وممكن يكون فيه خبر ممتاز خلال الفترة هاي عائلي اما بالنسبة للمريخ فطبعا ما زال موجود في بيتك اتناعش ورح يستمر تقريبا طول السنة هو في بيت اتناعش ولكن الفترة هاي لانه بشكل زوايا سلبية فعشان هيك بدك تكون حذر من اشخاص بتتآمر عليك بالخفاء ما تدخل اماكن مجهولة ما تخاطر وما تغامر بدك تنجز اعمالك وما تخليها تتراكم عندك ما تدخل بمواجهات او حدية بالطباع اثناء تعاملك مع زملائك او رؤسائك بالعمل لانه هاي الفترة بتحمل تهديد على مستوى العمل وبرضو بتعمل بعض الاشياء المفاجئة على المستوى الصحي فعشان هيك بدك تنتبه على صحتك بشكل كبير وبرضو بدك تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة من راحة من فترة لا اخرى اما بالنسبة للجدي الجدي طبعا لانه منذكر الجدي مش كوكب لانه فيه ثلاث كواكب فعندك انت المشتري وزحل وبلوتوت ثلاث بيتراجعوا فطبعا وهذا بيتك التاسع فهذا بيعمل لك مشاكل اما يعني امور بتظلها مقلقيتك بموضوع الاعلاقة بالدراسة او بالسفر او باشخاص خارج البلاد او مواضيع الها علاقة مع اجانب ممكن امر الاعلاقة بالاستراد والتصدير يتأخر او ما تقدر تنجزه بالفترة هاي او ظهور بعض الاوراق القانونية اللي شوي يكون بدها نوع من انواع الاهتمام اكثر حاول انك ترتب امورك وبرضو اذا كان عندك امتحان او مقابلي بالفترة هاي حاول انك دائما تكون مستعد خوفا من الامتحانات او المقابلات المفاجئة اما بالنسبة لانبتون في بيتك 11 فهو بيخلي شوي في نوع من انواع التحسس او الحساسية اثناء تعاملك مع بعض الاصدقاء برضو بيخليك تنضغط من بعض المسائل اللي الها علاقة بالزيارات او الواجبات او بتكثر عندك هاي المسئوليات الفترة هاي وبتستاء من بعض الاشخاص او نميمتهم او استغابتهم لا ايلك او اشياء الها علاقة بالمزاجية وتقلب المزاج ما بينك وبين بعض الاصدقاء حاول انك ما تكبر الخلاف وما تدخل بشغلات يعني حاول انك توزن الشخص اللي انت بتتعامل معه قبل ما تطلب منه اي شيء حتى لو كان صديق لانه متوقع انه يا يفشلك يا يرفض طلب مساعدتك اما بالنسب الاورانوس بما انه موجود في البيت الاول وحكينا انه رح يشكل زاوية التربيع في بداية الحلقة فعشان هيك يغو بحدث مفاجآت او بحدث اشياء بتفاجأك بتقلب من مزاجك ما بين عصبية وحدية وتوترات وتقلبات وعدم الرغبة في انجاز بعض الامور او يعني شوي ممكن تظهر اشياء مفاجئة خلال الفترة اما بالنسب للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر رح يكون موجود بالقوس بتعيد تنظيم اموركم المالي المشترك والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي معه هيك بتكون تخفف من النفقات المتصاعدة سارع في تهدية الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير تتلقى مساعدة او تعاطف عليك ان تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي من ظهر يوم الجمعة وبكون القمر موجود في الجدي حتى مساء يوم الاحد فبتنشطوا في امور الها علاقة بسفر او اتصال بعيد وتزداد رغبتكم في التقرب مع حبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما ما تجعل شيء يحبطك في الفترة هاي التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الايام الاخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولو رشاة العمل من مساء يوم الاحد القمر بصير موجود في الدلو حتى صباح يوم الاربعاء الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل او بيرغب فيه ادخال تعديل عليه على عمله بتنجحوا في تدعيم مركزكم الاجتماعي اهم مش انك تحضر لعملك بشكل جيد وما ترتجل المواقف شوي ممكن والتصاريح ممكن انك انت تكون ضحيتها بالفترة هاي او ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات او ممكن تواجه امر صعب ومعقد اهم اش انك تلتزم بالمسئوليات الفترة فيها اشياء واعدي ممكن تستغلها من صباح يوم الاربعاء بيكون القمر في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة فبتنشط بين بوسعك وتحقيق امني بمساعدة احدهم معنوياتك مرتفعة وحضوضك جيدة احترم القوانين والموعيد وما تماطل عزز شعبيتك وافرح مع الاصدقاء والاحباء ممكن تنجح في انعاش العلاقات العامة من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في الحمل ورح يستمر ليوم السبت فالفترة هاي بنقول لك يعني بتطلب منك عدم المبالغة بجهدك الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبات ممكن تظهر هاي الفترة خلافات او التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر اهم اشي انك ما تخالف القوانين لانه ممكن انك تخسر اكثر مما بتتوقع القمر موجود هيك بيكون في بيت متاعبك يعني لالاسبوع الجاي لا يوصل عندك بتكون الاجواء طبعا دعم لعائلك لفترة اطول هيك من انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد